ميت قاديو ميت قاديو ميت قاديو كنا اخذوا بطاطا يعني الكمية لحسب افراد العائلة كنقطعوها مربعات وعندكن اختيار اما كتسلقوها مع شوية دين الماء والملحة والزيت البلدية اما كتديرولها مسقلية انا كنفضلها مسلوقها كنسلقها كنسلقها ولكن ما كتسلقش بزيات حتى كتهرق يعني كتسلقها بطراسها شوية كنناخذوا واحد المقيلة كندير فيها واحدة دصيلة منشلدة مع سلافي الالوان منقطع مربعات مع شوية ديال الملحة وشوية ديال الزيت وكننغطيوا على ديال المقيلة حتى كينزلوا لنا دك الخوضة من البعد كنزيدوا واحد ميتين جرام او على حسب الموجودة ديال الكفتة الكفتة تختيارية اما ديال لاداند او ديال الكريان كنزيدوا عليها التوابل انا كناخد ديك توابل ديال الكفتة تعطيها واحد منكها رائعة اللي ما كانت عنده كندير شوية ديال البزار شوية ديال الكامون شوية ديال الحمارة شوية ديال الملحة مع المعد نوصل كصبر مقطعين رقيق ايه كنخلطو داك شي مزيان ديال المكونات حتى كتتحر لنا ديال الكفتة كنحاولو نفرتوها كنطفو عليها النار وكنزيدوها الزيتون مقطع الزيتون خدار مقطع ايه كنناخدو ديك الطاطا كننطربو عليها ديك البيت ايه تقريبا اربعة حتى الخمسة ديال البيتات على حسب الطاطا اللي سلقنا ايه كنزيدو معاها ديك الحشوى اللي شحرنا في المقلة كنزيدو ايه تقريبا واحد جوز حتى الثلاثة المعالق ديال الفرماج محكوك حمر كنناخدو واحد المول اللي غادي يدخل الفران كننفرش له ديك القاعدة دياله كنفرش لواحد ديك الورق ديال الزبدة باش مكات الفقس وكنديرو دك الخاليات كنكبوه فوق دك الورق وكنزينوه بالفرماج من الفوق دك الفرماج ديالي ساندويتش وإلا كان موجود دك البيت ديال السمان كنثلقوه حاولوه وكندخلوه الفران حتى يتحمر وكنقدموه مع صلاطاة يجي غزال وسهل ما كي ياخدش بزاعة دلوقت